فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور ابن سويد قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية وفي رواية قلت على ساعة هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه نعم هذا أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل الزاهد التقي النقي المجاهد في سبيل الله على فضله وسابقته في الإسلام لما قال لرجل يبن السوداء عيره بأمه لأنه كان مملوكا وأمه مملوكة وأبوه مملوك فهم رقا ثم اعتقوا ثم اعتق عمار رضي الله عنه وصار حرا فلما قال له أبو ذر وأبو ذر من قبيلة غفار قبيلة مشهورة ومعروفة قال له يبن السوداء غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن لا يكون بين أصحابه شيء من أمور الجاهلية والتفاخرها بالأحساب واحتقار المماليك والموالي يريد أن يذهب هذه العادات ويصوغ الأمة صياغة صحيحة لا يتمايز بعضها على بعض إلا بالتقوى وأن تكون أمة متحابة كالبنيان وكالجسد الواحد فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم قال له عيرته بأمه إنك أمرء فيك جاهلية يعني خصلة من خصال الجاهلية لأن من خصال الجاهلية كما سبق وتكرر التفاخر بالأنساب عند ذلك أبو ذر رضي الله عنه خاف من هذه الخصلة فصار يبغضها ويبتعد عنها حتى إنه صار له مملوك فخرج به وعليه لباس وحلة مثل لباس أبي ذر فعلى المملوك مثل لباس المالك لا يتميز عنه فسئل عن ذلك فذكر القصة وذكر الحديث الذي حصل منه رضي الله عنه وأنه نادم على ما حصل منه وهو يبادر إلى العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له إخوانكم خولكم يعني خدمكم إخوانكم قال إخوانكم فهو خادم لك وهو أخوك أخوك في النسب لا أخوك في الإسلام والإسلام أعلى من النسب إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه شوف كرر صلى الله عليه وسلم الأخوة من كان أخوه تحت يده فاليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يشق عليه في العمل ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فهذا من حسن التعامل في الإسلام وعدم التمايز بين المسلمين حتى بين المالك والمملوك وبين السيد والعبد لا يتميز عليه بالمظهر حتى في المظهر واللباس كيف بغيره نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اجتمل عليه لما حصل به المقصود نعم قوله فيك جاهلية الصحابة يعرفون أن ما كان من الجاهلية فهو مذموم فأبو ذر فهم هذا ولذلك ندم لما قال إنك أمرء فيك جاهلية ندم على ما حصل منه وعرف أنه أخطأ رحمه الله فطلب من الرجل الذي تكلم فيه طلب منه المسامحة وطلب منه أن يعفو عنه وعدل في المستقبل كما حصل له مع مملوكه كما في الحديث فهذا الدليل على أن الصحابة متقرر عندهم أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم فإذا قال الرسول هذا من أمور الجاهلية كفى ولم يحتج إلى أن يقول هذا محرم أو هذا منهي عنه نعم قال وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية نعم التعيير بالأنساب أن تقول هذا هذا قبيلي وهذا غير قبيلي هذا ليس له نسب هذا ليس عربي وما أشبه ذلك هذا من أمور الجاهلية بل الواجب أن المسلمين أخوة لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى أما معرفة النسب مجرد معرفة لتعارفوا فلا مانع من ذلك ولهذا تعلم الأنساب هذا لا بأس به أن تعرف أن هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية لا من أجل الفخر وإنما من أجل التمييز بين القبائل والتعارف بينها من أجل التواصل من أجل التواصل من أجل التواصل ومن أجل الترابط الإيماني للترابط الجاهلي فمعرفة الأنساب لمجرد المعرفة فقط والاطلاع فقط أمر لا بأس به ولهذا كان من الصحابة نسابين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان من العلماء نسابين يعرفون الأنساب وكتب الأنساب الآن معروفة ومطبوعة ومتداولة لا من باب الفخر وإنما هو من باب التعارف التعارف بين الناس وأما الفخر بالأنساب فهذا من أمور الجاهلية ترجمة نانسي قنقر